كثيرة هي سبل الموت في اليمن وكثيرون هم الضحايا ممن اختارتهم المنايا إما بقصف للطيران أو بالمواجهات المباشرة التي لا تراعي المدنيين أو بالألغام والأمراض وما خلفته الحرب من دمار للبنية التحتية في شتى مجالات الحياة لكن الجديد وما استجد على حياة اليمنيين هو الحر شديد الذي أخذ يفتك باليمنيين مخلفا سبعة قتل حتى الآن في محافظة لحج ومئات من حالات الإغماء في محافظة أبيان التي تعاني ومثيلاتها من المحافظات الجنوبية انقطاعا للتيار الكهربائي محافظ أبيان انتقد تغاضي الحكومة عما يعانيه سكان المحافظة موضحا خلال لقاء جمعه بنائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي أن المعاناة بلغت ذروتها ولم يعد السكان قادرين على التحمل ومحذرا من اندلاع احتجاجات شعبية إذا لم تقم الحكومة بإيجاد معالجات سريعة للكهرباء في أبيان خلال موسم الصيف الحالي العاصمة المؤقتة عدن لم تكن بمنأ عن المعاناة خصوصا مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وهو الأمر الذي أدى بسكان للخروج إلى الشوارع للتظاهر في الشيخ عثمان مطالبين بسرعة إعادة التيار إلى حي عبد القوي الذي يشهد انقطاعا تاما للكهرباء منذ عدة أيام وكانت درجة الحرارة قد سجلت أربعين درجة مئوية وفق حالة التقص في مدينة المكلة التي تشهد هي الأخرى ترديا كبيرا في خدمة التيار للكهربائي